ايه اللي عشته في نادي الزمالك كله شفته? اه شفت اي ناشئ في نادي الزمالك في الفترة ما بين 2008 لحد 2015-2016 عاش اصعب فترات اصعب فترة ناشئين في التاريخ. هوات مرة في ملاعب رملة. اتنم في نادي الزمالك هنا. ايام ما كان نجي لطبيعة وبعد اخر السنة يتقلب برمل وبتاع. اتمرن انت فقدت نلعب ده زي وقتلعب اتمرن في رمل. رمل عافية يعني رمل شفت كانك طوال في شطر. ما اتمرنوش هم ما شافوش ان احنا نروح لاتمرنة سوعة 12 سنة ولا 12 سنة. نروح مثلا نتمرن في السعيدة زينا في مركز شاب زينا هم. تخش تمشي في قلب المقابر عشان تخش تتمرن. وتقابل بلطجية ويطلع عليك ويسبتوك ويعملوك. ما شافوش هم الكلام ده. يطلعوا يتهموك بان انت قابض وبايع النادي ايه? شافوا هم اخرهم يشجعوا النادي بس. شجعوه فين? من وراء التلفزيون. وينطاقت بقى. ده كان كويس ده كان وحش ده ده ده. ما يعرفوش الظروف. الناس بتشوف اللي قدامهم بس. عرفوش الظروف اللي بتمر بها ايه? عشان توصل للانت في ده. فهم ما شافوش. يعني معلش المحترامة واحد يقول لك اصل انت ده انت قابض ده انت بايع النادي. عملت انت ايه للنادي? اللي بتقول علينا بايع النادي? يمكن ده كانوا ما عملتش حاجة للنادي بس انا شئيت وتعبت عشان اوصل لنا في ده. في اكيد مش عبيع النادي. شبيع ولا ده? كلام يعني كلام. كلام مش يتعب ده يحزن فهمت? انت ايجي واحد ما 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 عرفش عنك حاجة وما عرفش انت عانيت قد ايه في النادي? ويقول لك اصلا انت بعت النادي. تقل بعت المطش بعد مباراة الجونة? انت عارف ان انت هتمشي فمش فارق معك النادي. اه انت لأ اه عمر بيتراخة. اتقل عليك كل ده بعد مباراة الجونة. ان دي مباراة لعبتها بعد اه مبارايات كتيرة وبعد اوقات كتير ما كنتش بتلعف فيه. وبعدين مع اهترامي انا لعبت مسلا سبع تمام مطشاط. مهمين جدا. مهمين جدا جدا. وقديت فيهم بشكل كويس جدا. واجف مطش. مكنش موفق. يا خلاص بقى يلا اتبح. هضيف لحالتك عمادي السيد. انت وعمادي السيد اخر الموسم ده اتهمته بالتراخي. واتهمته ان انتو انتو بيعين القضية وبيعين النادي بعد نادي الموسم. وشيلته ان انتو ضيعتوا الدوري كمان عن النادي الزمالي. يمكن عمادي غلط بعد ما الدوري. بعد ما النادي ده حاسم الدوري. اعملت غلط بقى ازاي اعمل ده هالدوري. ما احنا شيلنا بقلتك احنا شيلنا مش شيلتنا. او يا الشيكة مفوت توزع على ناس كتير قوي شلنا انا وهو بس. يعني احنا شيلنا مش مش حاجتنا. لصالح مين? لصالح مين? اه لصالح ناس كتير بقى. يعني كل واحد دايما مش هيقول له ان انا فشلت. اطلع يقول له ان ده ده فشل ده عمر فشل ده عامات فشل. لكن مش هيقول له ان احنا فشلنا. لكن انا بطلع انا عندي الجرأة وان انا عندي من الشجاعة ان اطلع وان انا غلط واتحمل غلط واتحمل في مسئولية ان الدوري ضاع. انا عندي الشجاعة ان اعمل كده. بس عندي الشجاعة برضو ان ادفع الناس يقول مش انا الواحد يكون السبب في انه ضاعي الدوري.